شخص اللي بيشكر ربنا من قلبه ولسانه هو شخص بيجيله زيادة من النعمة معرضة من ربنا سبحانه وتعالى حديث وآية قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها ده مثال لكل النعم اللي في الدنيا الأكل والشرب هي العملية الدائمة اللي انت بتشوف فيها فضل ربنا أهو الأكل والشرب واللبس والصحة وكل النعم اللي ما بنعرفش نعدها أول ما تقول الحمد لله دي كافية لإرضاء الله عليك والآية المشهورة اللي كل المسلمين حفظنها في سورة إبراهيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ يعني ربنا حط سنة في الكون وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَذِيدَنَّكُمْ أَذِيدَنَّكُمْ إما بزيادة كم النعمة أو بزيادة انتفاعك بنفس النعمة اللي في إديك فأنت تاخد الزيادة مع الرضا ترجمة نانسي قنقر